نحن مو شحاتين هي كل هالأمور المادية هي اللي ليش نقول مثلا احنا مراكم بالمفردة الشعبية مثلا يقولت الفلوس تجي بالعروس هي كلها موازنة هي الفلوس ليش احنا قلت أجورنا الفنان قمنا نشتغل بنص أجورنا نص أجورنا قبل عشر سنوات مو الآن يعني تخيلي قبل عشر سنة إزان الدنيا مغلت الدولار مصعد الأشياء مزادت الهذا اللي لابسته أنتي مزاد اللي لابسته آني مزاد ونص أجورنا بذاقي الزمن تخيل لي فإحنا جد يعني ناس أنا ما تكلم عن نفسي دعا تكلم على مبدأ عام ترى الفنان مو بعد ما يرحل إلى العالم الآخر أو العالم الأبدي الحياة الأخرى يا الله تكرموا أو تحتفون بي وبطلوا من هاي الشهادات التقديرية اللي قيمتها ستمائة دينار والدرع بطلوا لو تقيموا صح ما داحتش عن نفسي داحتش عن كل الفنان اللي هم أساسا حتى سبخوني لأن ما بقعدنا ترى مكان نحط به الدروع أي والله يعني درع قيمته قيمته ما يجاوز مكسيمة خمس تلاف دينار أو شهاد تقديري اللي بشارع المتنبي بتجملة ستمائة دينار سعرها قال لي عنديش تكريم يا مروة تعالي وقال لي باعيها شهادة تقديرية بقدها شوي أكبر من هاي الورقة قيمتها أنا صد فرحت للمتنبي دا أشتري كتب كنت دا حضر الماجسيار في وقتها فدا أشتري كتب فقلت لهاي بايش الشهادة تقديرية قال لي ستهناء هاي وحدة سبعمائة وخمسون بس إذا بجملة ستمائة دينار هاي يعني رايحة منا لهناك ورايحة منا لهنا وراجعة على متشاهدة تقديرية وعلى عمود درع هاي لا تغني ولا تسمن من جوء عزيزتي هاي شو سوينه احنا مو شحاتين انت مثل ما تطون الذول لازم تطونها احنا اولاد البلد أولى هاي وحدة اثنين أقولش باختصار الفنان بره اذا يشتغل عمل واحد يشتري له عقار طبع او يشتري له سيارة آخر موديل طبع واحنا الفنان بالداخل ننص لجور طائرة على ملابسة اذا كان عمل مودرن ملابسة على حسابه على حساب الفنان نعم او اجور نقل روحة وجاية يا عزيزتي يعني مو شحتي وشقولي يعني جزان يمكن اجرى وحدة سويت يها اللقاء والله لندحتي صدق ما دا كذب موجع الحديث موجع فعلا اشتركوا في القناة